السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في نشرة أخبار الكوت انتقد رؤساء اللجان البرلمانية التأخر الحكومية في إقرار اللوائح التنفيذية لعدد كبير من القوانين التي أقرها مجلس الأمة في أدوار الانعقاد الأخيرة الانتقاد جاء خلال اجتماع شهدته لجنة الأولويات البرلمانية اليوم لمناقشة طرح آلية عمل لتحديد الأولويات بخصوص التشريعات المقرر مناقشتها في الجلسات القادمة للمجلس الاجتماع عبر خلاله رؤساء اللجان عن امتعاضهم من عجز الحكومة عن تنفيذ التشريعات مؤكدين أن الأولوية حاليا هي لتنفيذ القوانين التي تم إقرارها وأن المجلس سيخصص جلسة لمناقشة عدم تنفيذ الحكومة لهذه القوانين من جهتها ناقشت لجنة الميزانيات اليوم الحساب الختامي لوزارة الأوقاف الذي تضمن عددا من الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة